اهلا بكم الجديد اشتركوا في القناة وموالون لكييف الامر الذي نفاه زيلنسكي مباشرة في المقابل حملت دول غربية الجانب الروسي مسؤولية التفجيرات وتوصلت السويد والنرويج الى ضلوع روسيا في الموضوع الامر الذي اعتبره الكراملن فرضية سخيفة وقالت عنه الخارجية الروسية انه محضو هراء في العموم منذ الهجوم الروسي على اوكرانيا في 24 فبراير العام الماضي كان خط انابيب الغاز الروسيين في قلب التوتر الجيوسياسي الذي اجرجه قرار موسكو قطع امدادات الغاز عن اوروبا ردا على العقوبات الغربية نتعرف بداية الى الخطوط التي تنقل الغاز الروسي الى اوروبا روسيا تستمر في تصعيد الضغوط التي تمارسها على امدادات الغاز الى اوروبا في محاولة لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فبعد ان خفضت الامدادات التي تمر عبر نوردستريم واحد الى 20% فقط من سعتها اعلنت عن وقف تدفق هذه الامدادات لثلاثة ايام عند نهاية شهر اغسطس وفي مايو اوقفت شركة جاسبروم الروسية العمل بخط انابيب يامال الذي يمر بكل من بلاروس وبولندا ويوصل الغاز من روسيا الى المانيا وغيرها من البلاد الاوروبية وكانت سعة خط الانبيب هذا تصل الى 33 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بعيدا عن روسيا تحصل اوروبا على امداداتها من الغاز من خطوط انابيب اخرى حتى ولو كانت سعتها اقل من تلك الروسية مثل خط انابيب مادغاز الذي يربط الجزائر باسبانيا وتصل سعته الى اكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا خط انابيب اخر ينطلق من الجزائر هو خط الانابيب عبر المتوسط ويصل الى ايطاليا وله سعة فائضة تصل الى 32 مليار متر مكعب يمكن الاستفادة منه لزيادة امدادات الغاز الى اوروبا اذا عادت حادثة تفجير خطي انابيب نوردستريم الى الواجهة بعد التقارير الصحصية التي ذكرناها التي حملت جماعات موالية لاوكرانيا مسئولية هذا الهجوم فيما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رأيهم بهذه الاتهامات نتابعها سويا كتب هذا الحساب على تويتر يقول من المحزن حقا ان تلجأ امريكا لهذه الافعال وفوق ذلك تؤلف فيلما سمجا عن حادث نوردستريم كان من الافضل لو انها اعترفت بتفجير الانبوب حساب باسم عزوز حمل ايضا الولايات المتحدة مسئولية الحادثة بالقول ادعاءات مضحكة حلف النيتو قام بمناورات في بحر البلطيق قبل الحادثة وغوصات امريكية هي المسؤولة عن تفجير نوردستريم حساب باسم دي جيم رولز عبر عن مخاوفه من تداعيات الحادثة بالقول امريكا عندما قالت ان اوكرانيا هي من فجرت نوردستريم هي هنا تسلم اوكرانيا لروسيا سيكون هناك عنف كبير اذا الان نفتح باب النقاش وارحب بضيفي عبر الاقمار الصناعية ينضم الي من موسكو البروفيسور عندري سوتسلاستف نائب عميد كلية الاقتصاد العالمي وشؤون الدولية مرحبا بك ومن برلين سيد سيرج سوملاني مدير مركز مبادرة المرونة الاوروبية للدراسات الاستراتيجية اهلا ومرحبا بك سيد سيرج ابدأ معك اليوم الدول الاوروبية تحديدا برلين كيف تنظر الى التقارير التي تحمل جماعة موالية لاوكرانيا مسئولية تفجير خطي نوردستريم وبشكل عام لمن توجه اصابع الاتهام طبا مساءكم وشكرا على الاستضافة معكم اليوم في برلين كان هناك وحتى الان لا يزال هناك هذه الاستجابة المفاجئة ردت الفعل المفاجئة لدى الساسة في برلين وحتى بينهم الذين يدعمون روسيا بشكل مفاجئ وهم ضد اوكرانيا وهم ينددون بكل هذه التطورات الغربية ولكن هناك هذه الاسئلة على هذا التقرير انا بالنسبة لي اشكك من ان يكون جانبا اوكرانيا هو من قام بهذه المهمة التي هي صعبة بطبيعتها وليس هناك اي اهتمام في اوكرانيا لتخريب خط الانبيب مع تقليص روسيا اصلا كمية الغاز المنقول في هذا الخط الى الصفر ربما حتى من فترة محددة الان ومع ما نراه من هذه المضاربات الهشة جدا من قام من المقترف لماذا انا بالنسبة لي افضل ان اتوخى الحذر عند اتهام اوكرانيا بروفسور اندري يعني واضح انه روسيا اليوم هو ما تشير باصابع الاتهام الى دول الغربية بغض النظر اليوم اذا كانت احدى الدول الاوروبية اذا كانت الولايات المتحدة الامريكية ام اذا كانت كيف ولكن برأيك من لديه المصلحة اليوم بالفعل بتعطيل خطوط الانبيب سيما كما قال السيد سيرج انه بالاساس القرار كان متخد بخفض يعني ارسال الكميات التي كانت ترسل من الغاز الروسي لدول الاوروبية في الواقع تفجير خط انابيب الغاز يحتاج الى استعدادات وتجهيزات تقنية لا تتوفر لدى كثير من البلدان اللهم الا النرويج والولايات المتحدة وروسيا واليابان ولا توجد لدى اوكرانيا امكانيات لعمل هذا الحادث وكذلك يمكن ان تكون النرويج معنية لان لديها الغاز والمستفيد الوحيد من تفجير خطوط نوردستريم هي الولايات المتحدة فقبل بدء العملية العسكرية الخاصة كانت الولايات المتحدة تتمنى لو لم تكن هذه الخطوط موجودة ولكن مع بدء العملية العسكرية من الغريب ان تتقلل الاوروبا عن الغاز الروسي واليوم بيع الغاز المسال من الولايات المتحدة هو مفيد لواشنطن فقط ما رأيك سيد سيرج لأي مدى ترى هذه الحجج الروسية التي تشير الى الولايات المتحدة كمسؤولة عن هذا التخريب منطقية بشكل شخصي انا لا اؤمن بهذه الفكرة فلننظر الى البلد الوحيد الذي توقف عن ايصال الغاز روسيا لماذا وهذا جرى قبل اسابيع من التفجير لماذا قامت روسيا بذلك لان روسيا تأمل انه من دون هذا الاصاب للغاز الروسي ولاسيما في المانيا سنتجمد من البرد والشعب في المانيا سيغضب سينزل الى الشارع سيحتاج وبافضل السيداريوهات سيد سيرج كما ذكرت قبل قليل كان القرار وقتها اتخذ من قبل روسيا بتخفيض كميات الغاز المرسلة عبر هذه الانبيب الى دول الاوروبية نعم هذا صحيح وان روسيا قامت بذلك وتوقفت ولكن الحجة كانت مضحكة في نهاية المطاف لانها قالت اننا ليس لدينا التوربينات ونحن بحاجة الى الصيانة الاضافية ولكن هذا الامر ودته روسيا على ان يكون ابديا وعلى وطن على ذلك نتحدث عن العقوبات وودت روسيا ان ترفع العقوبات ولكن ان روسيا هي من خرب خط انابيب نورد ستريم واحد وقالت روسيا نحن نود ونحن جاهزون لان نوصل الغاز ولكن ارفع العقوبات عن نورد ستريم اثنين الان فيما يتعلق بالغاز وهذه الادوات الموجودة الان كان لدى روسيا هذه الامكانية بمثلا فرض العقوبات على الشركات الالمانية والامر يوقف العمل بالانبيب ولكن روسيا فضلت ان تغلف وتغلف هذه الهجم والان مع اتهام الغرب ولسيما المانيا ولكن من الجانب الاخر ان روسيا وفي مرات عدة استهدفت بعض الهداف على الاراضي الالمانية ومؤخرا مع من قتل في تيرغارتل في برلين قبل اسابيع من هذا التطور الاخير وهذا ما قامت به روسيا قتل الاشخاص هنا استهداف البنية التحتية وايضا نشر الفيروسات في البنية التحتية المعلوماتية لنوابنا الان روسيا تضغط علينا ركا بروفيسور اندري غير موافق على ما يقول سيد سيرج ما تعليقك ما رأيك انه اليوم هناك مصلحة لروسيا بزعزعة الاستقرار وكان لها مصلحة اكبر مع بداية الازمة بان تفتعل هذا العمل التخريبي لما له من انعكاسات قد تفيد بالنتيجة روسيا روسيا هي من انشأت ومدت خطوط انابيب تصدير الغاز الى اوروبا وكانت هذه مشاريع قومية ضخمة وكنا سعداء جدا بمد هذه الخطوط ونحن لم نتمكن من ضخة الغاز في تلك الفترة بسبب تأخير في تسليم توربينات ضخة الغاز التي كانت تخضع للصيانة واوروبا هي التي تخلت عن استيراد المحروقات الروسية انا اريد ان اسمع من السيد سيرج سوملاني اين شنت روسيا هجمات على البنى تحتية على اراضي المانيا واي اشخاص قامت روسيا بيخطهم على اراضي المانيا فليجبني سيد سيرج هذا امر بات معروفا عن الهجمات الروسية ونعرف ان السلطات الروسية هي من تسربت بالفيروسات الى هذه الحسابات وايضا الاجهزة المعلوماتية واجهزة الكمبيوتر الخاصة بالنواب وايضا مع المحاولة التسلل الى البونتشتاك او البرلمان الالماني وايضا حاولت روسيا ان ترشي بعض الموظفين الحكوميين هناك وتم قتل هذا الشخص للشخص الذي كان منفن سياسيا هنا في برلين ونحن نعرف ان كل هذه الجمات حدثت في اوروبا وايضا هذا التفجير في المخزونات في تشيكيا وتم تدمير هذا المخزن ونعرف ايضا كل هذه الاعمال الحربية الكيميائية على اراضي المملكة المتحدة مع الاستهداف للمواطنين البريطانيين وحتى الروس ونحن نعرف بهذه الحالات لاستخدام المواد الكيميائية حتى في بلغاريا التي عضو في الاتحاد الاوروبي وايضا كان هناك عمليات قطر او محاولات قطر لاشخاص من بلغاريا وايضا هذا رجل رجل الاعمال البلغاري الذي ارسل بعض الاسلحة او شركاته ارسلت هذه الاسلحة الى اوكرانيا اذا السجل لروسيا مؤسف وهو سيء جدا انا لا يمكنني ان اقارن بهذا السجل وبينه لا بسجل اوكرانيا ولا بسجل الولايات المتحدة طبعا يصعب ان نخرج بنتائج من هذا النقاش خاصة ان التحقيقات نفسها لم تنتهي بعد ولم تخرج بأي نتائج حتى الان ولكن باختصار سيد او بروفسر اندري ماذا ستفعلون بعد انتهاء التحقيقات ما هي الخطوة الروسية المتوقعة لا لا انا اريد ان اجيب على كل ما تقدم به السيد سيرك الساملاني كل الذي يتحدث لم يتم اتهام روسيا ولو بتهمة واحدة في كل القضايا التي تحدث عنها واليوم روسيا هي من تدعو لفتح تحقيق موضوعي بموضوع التخريب وتفجير نورد سريم وكل ما يقول هو كيل الاتهام ويمنع روسيا من المشاركة في هذه التحقيقات هم يحولوا روسيا الى هدف ويهيلوا هذه الاتهامات لروسيا هذه اعمال قذرة وهي بعيدة عن اي مهنية وحرافية والذي يتحدث عن المواد الكيموية التي يقول ان روسيا استخدمتها اشتركوا في قناة الشرق للاخبار على يوتيوب لمتابعة اخر التطورات والاحداث السياسية معي انا ميرا شغازي